أعلن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار تقديم 411 ألفا ومائتين وست وعشرين خدمة طبية ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة من خلال حملة مائة يوم صحة أمس في جميع محافظات الجمهورية وعوضحت وزارة الصحة أن الخدمات التي قدمتها حملة مائة يوم صحة تضمنت 13818 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة كما قدمت الحملة خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة لـ 5338 طفل وأشارت إلى تقديم 37 ألفا واربعمائة خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي و1972 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين وعلاج 4500 وستة مواطنين ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 12196 مواطنا ترجمة نانسي قنقر